الحمد لله المنزه عن الأشباه في الأسماء والأوصاف المقدس عن الجوارح والآلات والأطراف خضعت لعزته الأكوان وأقرت عن اعتراف وانقادت له القلوب وهي في انقيادها تخاف أنزل القطر فمنه الدر تحويه الأصداف ومنه قوت البذور يربي الضعاف كشف للمتقين اليقين فشهدوا وأقامهم في الليل فسهروا وشهدوا وأراهم عيب الدنيا فرفضوا وزهدوا وقالوا نحن أضياف أحمده على ستر الخطايا والاقتراف وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه قاف خير من سعى وطاف وعلى آله وصحبه وأسلم أما بعد أحبابنا الكرام قال الحافظ النووي الحديث الواحد والعشرون وهذا الحديث هو أطول حديث في كتاب رياض الصالحين فسنشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى على عدة حلقات ونقرأ القدر الذي سنشرحه في كل درس يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة راوي هذا الحديث يا أحبابنا هو كعب بن مالك ابن أبي كعب عمر الأنصاري ابن القين بن كعب ابن سواد الأنصاري الخزرجي العقبي الأحودي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم شهد العقبة وله عدة أحاديث تبلغ الثلاثين اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منها وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين روى عنه بنوه عبد الله وعبيد الله وغيرهم وجابر وابن عباس وأبو أمامة وآخرون وحفيده عبد الرحمن بن عبد الله وقيل كانت كنيته في الجاهلية أبا بشير وقال ابن أبي حاتم كان كعب من أهل الصفة وذهب بصره في خلافة معاوية وقد ذكره عروة في السبعين الذين شهدوا العقبة وروا صدقة بن سابق عن ابن إسحاق قال آخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك وقيل بل آخا بين كعب والزبير وعن كعب رضي الله عنه قال لما انكشفنا يوم أحد كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرت به المؤمنين حيا سويا وقاتل معه يومئذ قتالا شديدا رضي الله عنه حتى جرح سبعة عشر جرحا يقول ابن سيرين كان شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك يقول عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أنه قال يا رسول الله قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المجاهد مجاهد بسيفه ولسانه والذي نفس بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل هذا الحديث يا أحبابنا فيه إشارة إلى أمر مهم جدا فيه إشارة إلى جهاد البيان وأنه أحد الجهادين وأن المؤمن عندما يجاهد الكفار بلسانه بالبيان وإضاح الحق وكشف الشبهات وخصوصا بالتوحيد فإنه مجاهد بلسانه وهذا كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الإذن بالجهاد بالسيف وكان كذلك جهاد أئمة الدين في ضبط العلم ونشره والرد على أهل الزيغ والفساد فقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يناظر الدهرية ويرد شبههم والدهرية يا أحبابنا هم القائلون بأن هذا العالم وجد صدفة أو بفعل الطبيعة وأنه ليس له خالق والعياذ بالله ألف سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه في التوحيد رسائل في الرد عليهم وعلى المعتزلة وعلى المجسم الذين يعتقدون أن الله جسم قاعد فوق العرش والعياذ بالله تعالى حتى قال أبو حنيفة في إحدى رسائله وهو كتابه الفقه الأبسط كان الله ولا مكان كان قبل أن يخلق الخلق كان ولم يكن أين ولا خلق وهو خالق كل شيء وكذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال في كتابه الرسالة الذي ألفه في التوحيد أيضا إنه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه التغير في ذاته ولا في صفاته والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه رد على المعتزلة الذين ينفون صفات الله عز وجل حتى سجن بعد ذلك ثلاثين شهرا والإمام البخاري رضي الله عنه صاحب الصحيح له مؤلف في الرد على المعتزلة سماه خلق أفعال العباد فكل هذا يا أحبابنا وغيره من أفعالهم رضي الله عنهم من جهاد البيان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا لمن كان على طريقتهم وعمل بعملهم يقول الإمام بن سيرين رضي الله عنه أما كعب فكان يذكر الحرب يعني هذول شعراء النبي الثلاث حسان وعبد الله وكعب كل له طريقته يقول ابن سيرين كعب كان يذكر الحرب يقول فعلنا ونفعل ويتهددهم أما حسان فكان يذكر عيوبهم وأيامهم وأما عبد الله بن رواح رضي الله عنهم فكان يعيرهم بالكفر وقد أسلمت يا أحبابنا دوس خوفا من بيت قاله كعب حين فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وحنين لأن العرب كان الشعر يؤثر فيهم كما يؤثر السيف بل في بعض الأحيان أشد لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وحنين وعزم عليه الصلاة والسلام على السير إلى الطائف يقول ابن سيرين أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يسير على ناقته شد زمامها حتى وضعت ناقته رأسها عند قادمة الرحل فقال أين كعب؟ فقال كعب ها أنا ذا يا رسول الله قال أنشد يهدد قبيلة دوس وثقيف قال كعب قضينا من تهامة وهي من خفض من أرض الحجاز وتطلق على مكة قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا يعني لو خيرناها لاختارت أن تحارب إما دوس أو ثقيف فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا والحاضن هي التي تحضن الولد معناه يهددهم وننتزع العروش ببطن وج وهذا موضع بالطائف وتصبح دوركم منكم خلوفا أي دور يغيب عنها أهلها ويأتيكم لنا سرعان المتقدمون من الخيل ويأتيكم لنا سرعان خيل يغادر خلفه جمعا كثيفا إذا نزلوا بساحتكم سمعتم لها مما أناخ بها رجيفا صوت شديد للطراب نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا نجالد يعني نحارب بالسيوف نجالد ما بقينا أو تنيب يعني ترجعوا إلى تدخلوا في الإسلام نجالد ما بقينا أو تنيب إلى الإسلام إضعانا مضيفا يعني ملجئا لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لهن أسرع فيهم من وقع النبل يعني أشد تأثيرا فيهم من السهام فلما سمعت دوس بذلك انطلقوا فقالوا خذوا لأنفسكم ولا ينزل بكم ما نزل بثقيف وأسلموا فأسلموا وقال المدائني إن كعبا مات سنة أربعين وقيل إنه مات سنة خمسين رضي الله عنه وأرضاه طيب يا أحبابنا تلخيص قصة حديث توبة كعب بن مالك اللي كما ذكرنا هو من أطول الأحاديث التي في كتاب رياض الصالحين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد فراغه من غزوة تبوك وكان قد تخلف عنه رهط من المنافقين وتخلف أيضا أولئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق كعب بن مالك رضي الله عنه ورجل آخر يقال له مرارة بن الربيع وهلال بن أميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تكلمن أحدا من هؤلاء الثلاثة وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجعلوا يحلفون له ويعتذرون فصفح عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذا بظاهر حالهم لكن الله لا تخفى عليه خافية واعتزل يا أحبابنا المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة نتكلمنا عنهم خمسين ليلة ثم نزلت الآيات من سورة التوبة بقبوله تعالى توبتهم وهذا الذي سنذكره في الحديث ونشرح ما حصل معهم وسنذكر يا أحبابنا القدر الذي سنشرحه يقول سيدنا النووي رحمه الله وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه يعني من يقوده حيث يريد من بنيه وهم عبد الله هذا وعبيد الله وعبد الرحمن حين عمي أي يعني أصاب كعبا العمى قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه المذكور من تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وتوبته بعد ذلك وقبول توبته حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له كعب سوابق حميدة في الإسلام فقد كان ممن شهد العقبة والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدرا وتبوك وجرح يوم أحد أحد عشر جرحا في سبيل الله وهو أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين بألسنتهم وأيديهم تخلف حين تخلف في غزوة تبوك وهذه غزوة تبوك يقال لها غزوة العسرة والفاضحة واختلف في سببها قيل إن جماعة من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة ذكروا للمسلمين أن الروم جمعوا جموعا كثيرا بالشام وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء ولم يكن لذلك حقيقة لكن لما بلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الخروج هذا أحد الأسباب وقيل إن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم إن كنت صادقا فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء فغزى تبوك لا يريد إلا الشام فلما بلغ تبوك صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى الآيات من سورة الإسراء وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي بإسناد حسن وقيل غير ذلك وفيها حصل يا أحبابنا ما رواه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال لهم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملأ منه وأحلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في بيعهم والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله يا حبيبي يا رسول الله يقول كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك ويا أحبابنا عدة الغزوات التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه سبع وعشرون غزوة قاتل في تسعة منها بنفسه بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريضة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف وقيل إنه قاتل بن النظير وكانت سراياه صلى الله عليه وسلم سبعا وأربعين سرية يقول كعب غير أني قد تخلفت في غزوة بدر يقول ابن حجر هي قرية مشهورة عن بدر نسبت إلى بدر بن مخلد ابن النظر ابن كينانة كان نزلها وبعضهم قال بدر اسم البئر التي بها سميت بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها فكان البدر يرا فيها هكذا يقول البعض بسبب تسمية بدر يقول بعض أهل السير أنكر هذا كله عن غير واحد من شيوخ بني غفار وقال إنما هي مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بدر إنما هو عالم عليها كغيرها من البلاد يقول كعب ولم يعاتب يعني الرسول العتاب من الغضب أحدا تخلف عنه يعني في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم ما حاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش العير يعني الإبل بأحمالها يريدون إبل قريش ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها قال إنما خرجوا يعني خرج الرسول ومن معه يريدون إبل قريش وقريش يا أحبابنا الذي يجمع قبيلة قريش على ما قال بعض أهل العلم هو فهر بن مالك لكن اللي هو أكثر شهرة وعليه جرى الرافعي والنووي أن الذي يجمع قريشا هو النضر بن كنانة فإذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام من قبيلة قريش معناه يجتمع كل هذه القبيلة وهم الذين يجتمعون جدهم واحد وهو النضر بن كنانة على ما ذهب إليه الأكثر وهي قبيلة قريش هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ولد النضر ابن كنانة لا نقف لا نقف قفى فلان فلانا يعني إذا قذفه بما ليس فيه أي لا نتهمها ولا نقذفها وقيل معناه لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث قال إن ولد النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا وقال وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم متفق عليه فإذن يا أحبابنا إن أردت بقريش الحي صرفته وإن أردت به القبيلة لم تصرفه والتقريش بالأصل معناه الاكتساب وتقرش أي تجمعوا وقد كانوا متفرقين قريش في غير الحرم فجمعهم قصي بن كلاب في الحرم حتى اتخذوه مسكنا قال الشاعر أبونا قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري واختلف في تسميتهم قريشا على أقوال أحدها لتجمعهم بعد التفرق والتقرش التجمع والالتئام قال بعض الشعراء إخوة قرش الذنوب علينا في حديث من دهرهم وقديمه الثاني سبب تسميت قريش لأنهم كانوا تجارا يأكلون من مكاسبهم والتقرش التكسب وقد قرش يقرش قرشا إذا كسب وجمع يقول الفراء وبه سميت قريش ومن الأسباب أيضا لأنهم كانوا يفتشون الحاج جماعة الحجاج اللي يقصدوا مكة من ذل الخلة يعني الحاجة والفقر كانت قريش تفتشهم فيسدون خلته يعني فقره إذلك سميت قريش والقرش التفتيش يقول الشاعر أيها الشامة المقرش عنا عند عمر فهل له إبقاء ومن أسباب تسميتها قريش ما روي أن معاوية سأل ابن عباس رضي الله عنهما لما سميت قريش قريشا فشو قال له ابن عباس رضي الله عنهما لدابة في البحر من أقوى دوابه يقال لها القرش وهي معروفة سمكة معروفة قال ابن عباس تأكل ولا تؤكل يعني من قوتها وتعل ولا تعلى يعني شديدة وأنشد قولة اببع وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا تأكل الرث والسمين ولا تترك فيها لذي جناحين ريشا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا يعني سريعة ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشة والخموش يعني من الخدش يكون في البدن والوجه يقول كعب بن مالك رضي الله عنه حتى جمع الله تعالى بينهم أي المسلمين وبين عدوهم أي كفار قريش على غير ميعاد وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل حيث قال سبحانه وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين